موسيقى أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدين خلال فصل الشتاء تستباح الأشجار فتصبح مهددة بالإعدام وتتحول لمصدر ربح لكثيرين ممن يجتثون الأشجار من المحميات الطبيعية والأحراج مستهترين بالأثر البيئة الذي يخلفه اختفاء الغطاء الأخطر ومستغلين ضعف النظام القضائي في المساءلة والمحاسبة موسم إعدام الأشجار هو تحقيق استقصائي أعداده الصحفية ربا عنا بتاوي نرحب بها من داخل الستوديو صباح الخير ربا صباح الخير أهلا وسهلا فيك طبعا يعني أكيب تشرفينا وإحنا فخورين بهذا الإنتاج الصحفي الاستقصائي الحقيقة لما له أكيب من أثر بيئي ومهم جدا خاصة أننا نقبلين أيضا على موسم الشتاء بداية ربا يعني كنا نحكي تحت الهواء أنه هذا كان تقرير لكن تم توسعته ويعني وضعه في إطار استقصائي ما الملاحظات بداية ربا اللي شجعتك وأعطتك الفكرة بأنه تمضي في هذا الموضوع نعم في البداية طبعا أنا صحفية بشغل من أكثر من 8 سنوات في مجلة أفاق البيئة والتنمية الفلسطينية صادرة على المركز معا عملت تحقيق أولي بشهر 12 لأني لحظت أنه فيه ظاهرة لأنه مدافع الحطب زاد الإقبل عليها طب في المقابل فيه استهلاك حطب عودة إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني استيراد الحطب من الخارج كتير محدود يبقى فيه استهلاك محلي من هون هاي الفرضية انطلقت فحبيت أوسعه طبعا تم العمل على هذا التقرير بشكل أوسع من خلال تحقيق منهجي استقصائي بالتعاون مع شبكة أريج إعلاميون من أجل الصحافة استقصائية أشرفوا ودعموا هذا التحقيق حتى أنه يخرج بشكله النهائي المتكامل ويكون أول تحقيق في فلسطين تناول هذا الموضوع بشكل منهجي طبعا أنا حتمدت ألاك مش بس جمع المعلومات مش بس المقابلات مع المسؤولين وروحت زيارات ميدانية للمحاطب اتأكدت أنه الخشب مزا ما بقول المسؤولين أنه تقليم أشجار لأ فيه خشب جذوع كبيرة يعني فيه أص شجر فيه إعدام شجر كمان تم استدراج حطابين من خلال عمليات توصيق سمعي وبصري عشان أتأكد هل الحطاب عنده نوع من الردع أو بخاف من الرقابة الفلسطينية أو القانون الفلسطيني ولا مش موجود هذا الاشي للأسف ما كانش موجود هذه واحدة من الاستنتاجات كمان اللي خرجت لها الاستنتاجات فكرت فيه أنه وضع فرضية الزيادة الإقبال على مدافع الحطاب يساوي أو يعادل اعتداء على الغطاء الأخضر لأنه ما فيه استيراد خشب نعم هذه الفرضية وأثبتها من خلال التحقيق وأدعو المشاهدين على محرك البحث موسم إعدام الشجر قراءته كامل وهو تحقيق أول بفلسطين تناول هذا الموضوع تعرف إحنا في حياتنا في القضايا السياسية الاقتصادية الاجتماعية مهيمنة لكن القضايا البيئية شوي للأسف متراجعة في الأولويات يعني بالضبط فأنا تناولت هذا الموضوع وكنت أتمنى أن المسؤولين والسلطات سواء وزارة الزراعة سلطة جودة البيئة وكل هاي الجهات تكون متابعة هذا الموضوع بشكل أفضل ولا أضطر أنا أنه أعد التحقيق لأنه واضح أنه في ثلاث السنوات الأخيرة وفي بعض المناطق خلينا أقول المناطق الجنوبية زي ما عودت إلى الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني هناك استهلاك رقم واحد للحطب طيب من وين؟ يعني الغطاء الأخضر محدود عنا بفلسطين تحكي عن 4% أو 2% قريبة محاذرة للمستوطنات وتحت السيطرة الإسرائيلية احنا بنحكي عن 2% طب قلينا نفرض شوي رقابة على الأحراش العامة الحكومية وبالنسبة للأراضي الخاصة للأسف ومن أحد الاستنتاجات فقص الشجر في الأراضي الخاصة ومع أنه مخالف للقانون الفلسطيني الذي يمنع قص أي شجرة في أرض خاصة دون رجوع الوزارة الزراعة وهو منتشر وحدثي بلا حرج هناك قص أشجار في الأراضي الخاصة بشكل كبير وهناك أيضا اعتداء على الأحراش نعم يعني ربا واضح أنه كان في حالة من الفوضى على ما يبدو يعني خاصة لما بتحكي عن هذا الموضوع تحديدا موضوع بيئي يمكن الناس ما بتعتقد أنه قداش إليه أثر أنه مثلا يعني نجتس الأشياء الأشجار وخاصة كمان لما بنحكي عن أشجار معمرة وهي بتمين يعني كما ذكرتي يعني هذا مش تقليم وإنما ببين حتى عمر الشجرة يعني لما بنقطعها من جذعها قداش كمان كان في خطورة يمكن أو تحديات أو عقبات اعترضتك أثناء إنجازك لهذا التحقيق نعم بالنسبة لي كان الموضوع واضح كالشامس يعني أنا كنت متأكدة من الفرضية لأنه للأسف أنت كنت بدك تثبتيها بدي أثبتها لأنه للأسف في عنا قانون قانون سنة 2005 ويغرم يعني حتى ممكن تصل للعقوبة إلى ثلاث سنوات أو حتى غرامة لألف دينار ولكن هل تطبق؟ لا طبعا رجعت للقضايا في النيابة القضايا في النيابة عادة تعرف القضاء عندنا إجراءاته طويلة ولا يتم البث فيها إلا بعد سنوات عادة لا يجن من يعتدي على الشجر إنما يغرم غرامات بسيطة جدا حتى توصلت مع الضابطة العدلية أو الضابطة الجمركية قالت لي أنها ضبطت في الثلاث سنوات الأخيرة يعني التحقيق أثبت أن هناك إقبال وموسم إعدام شجر بشكل متزايد في الثلاث سنوات الأخيرة والضابطة الجمركية ضبطت شاحنات كبيرة محملة بالحطب وهذا الحطب ليس تقليم هناك أشجار واضح من جذوعها فنحن نتحدث عن ظاهرة متزايدة يجب وضع الفرامل لها وضبطها لأنه لن يبقى لنا أي شجرة في الأراضي الفلسطينية صحيح وهذا صراعنا بالنهاية مع الاحتلال صراعنا على الأرض في النهاية إذا نبتك هناك أرض وأشجار وطبيعة نحن نخسر كمان نأذي أنفسنا للأسف وفي نتائج ضريبة ندفعها التحقيق الحقيقة هو مهم جدا أنا كمان بدعو المشاهدين للبحث عنه وقراءته هو مدعم بكثير من الأوراق والوثائق والصور بالإضافة إلى الفيديوهات وأنت كمان كان في عمل ميداني على الأرض مع ناس سواء حطبين أو غيرهم خلينا نشوف واحد من الفيديوهات اللي هي أيضا كانت ضمن هذا التحقيق مع المشاهدين مرحب ستيني أهلا أعطيك رعافي أخذت رقمك من واحد بكل يتقص حطب وشجر نحن نقص حطب وشجر هناك خروبتين ماذا نقص؟ نحن نقص أنا مجد أنا حاليا موجود رقم الزجر رومي إذا سنتقل بلد جمع وحن بلد جمع طيب وصفك المنطقة هل تستطيع أن تأتي؟ إن شاء الله نقص حطب سأأتي بكثير هل تعرف ماذا أخذنا؟ لا، كيف سأبدأ التوقف عليهم؟ هني ثنتين أنا أخذ المصار 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 إن شاء الله نختلف أخذ المصار أخذ المصار أهلا بكم من جديد مشاهدينا كما شاهدنا في الفيديو ربا كمان كان في تعتيم على وجه الشخص تغيير في صوته احكي لنا تفاصيل هذا الفيديو يعني هو عم بحكي عن عملية أيضا قطع أشجار تفضلي طبعا في التحقيق هذا اتبعنا منهجية مهنية وأيضا قانونية نحن لن نتحدث عن حطاب أو حطابين اثنين نتحدث عن ظاهرة حطابين أصبحت مهنة من لا مهنة له للأسف في الشتاء حتى من لا يحطب ولم تكن مهنته أصبح خلال هذه ثلاث شهور يقوم بالتخطيب لأنه الطن يصل في رمضة إلى ألف شكل تخيل شجرة لو نقول شجرة كبيرة أو معمرة يصل وزنها إلى 2 طن وتباع في ألفين شكل فهو صيد ثمين هذا زاد الإقبال لماذا غطينا؟ لأنه نحن مش معنيين أنه حطابين بعينهم يعني نحن معنيين في الظاهرة والظاهرة منتشرة وهناك حوالي أربعين محتبة في الضفة الغربية تخيلي أربعين محتبة بدها تتزود في الحطاب خلال الشتاء أي مصدر أراضي خاصة أحراج حكومية يجب تزويد المواطنين بالحطاب للأسف لا يوجد رقابة وزاة الزراعة تحاول المتابعة ولكن نحتاج إلى مزيد من المتابعة لأن الموضوع جدا جدي ويجب المتابعة صحيح وكمان نقول أن هذا الموضوع بنتشر في موسم الشتاء وفي موسم الشتاء نكتشف محاطب جديدة وهذا كمان موضوع ساعتنا في إعداد حلقة من الحلقات لازم نحكي وتطلقنا لهذا الموضوع عن هذه المحاطب العشوائية وهي أيضا بدون علم البلدية وكأنه كمان بتصير مهنة التحطيب في الشتاء لا مهنة لها ممكن أي شخص يسترزق من هذا الموضوع دون أن يدرك الأبعاد لهذه الظاهرة كيف أخذ معك وقت إعداد أيضا؟ هل في مواسم مختلفة أو في موسم ما قبل الشتاء قبل أن أجيبك على هذا السؤال للأسف المحاطب غير مرخصة من وزاعة الاقتصاد لأنها ليست تعتبر صناعات لها مباني أن تكون في الأراضي يكون الحطابين في أراضي مكشوفة ليس هناك نظام أو مبنى فهي ليست مرخصة أو تخيلي أو ممكن تكون هي عمليا لمهنة أخرى لكن إلى جانب الأرض تكون محتبة إلى جانب الزعغاز أو غيره مزارة الزراعة مدرية زراعة رامالله حاولت أنها من خلال التقرير الأول تعمل شوية ضبط للموضوع من خلال التعهد العدلي إنه معروف المصدر من وين بيجيبه من وين كنته ولكن الرقابة ليست معروف إنه الرقابة ليست قوية عنا استغرق التحقيق سألتيني ست شهور لأنه كان نقطة مهمة إنه أنا ذهبت إلى أحراش في مناطق شمالية بديش أذكور يعني مذكور طبعا بالتحقيق ذهبت على حرش في منطقة باء يعني الجهات الرسمية بتقول إنه كل الاعتداءات على الأحراش في مناطق جين أو سي لا كان في منطقة باء ولم أجد أي طواف هذه نقطة جديدة كمان من الاستنتاجات الطوافين الحراسي المفروض إنهم يحرسوا هاي الأحراش للأسف لا يتواجدوا أنا زرت أكتر من حرش وأتأكدت بنفسي لا يتواجدوا وهم يمكن رح أحكي لاحقا إنه مش زنبهم يمكن فيش متابعة فيش مستلزمات للحطاب إنه يقوم بتتوفر له الجبات التنقل هواتف مجانية حراسة أبراج مراقبة ها مش متوفرة له كما قلت لك الطوافين لا يتواجدون ست شهور لماذا ست شهور؟ لأنه عملت درسة حرش خطت حرش كعينة شفت أول إشي كان تقطيع لشجر البلوط بكميات كبيرة رجعت كمان ثلاث أسابيع لقيت تقطيع جديد فأنا بدي أثبت إنه العملية كمان متواصلة ومستمرة نحن نشوف كمان فيديو آخر من التحقيق هذا حدثنا عنه روبا أيضا الفيديو الكاميرا السرية نعم هذه الكاميرا سرية مخفية كيف يعني أيضا كان في مخاطر كان في يمكن ناس هجموك يعني أو حاولوا أنه يعترضوا طريقك في أثناء أبائك طول ما إحنا متبعين للناحية القانونية أخفينا الوجوه وبعدين أنا كابنت طبعا أو كسيدة لا أستطيع أن أتواصل مع حطابين يعني فتواصلنا مع ناشط بيئي نعرفه وهو مهتم في البيئة وغيور على البيئة هذه شغلة مهمة وإستدرج الحطابين وقال لهم تعالوا قصوا شجرة عندي شجرة خروب معمرة طبعا لم يكن أي نوع من الردع عند الحطابين مقابل الكسب المادي فيش أي مشكلة أنا مستعد أنا جاهز وهناك استدراج آخر الحطاب آخر في حرج حكومي تصور يعني الحطاب لما زميلنا حكى معه قال له أنا خايف من اليهود لأن اليهود بتواجدوا من المنطقة ولم يبدأ أي خوف من الطواف أو الجهة الفلسطينية خاف من اليهود يصادروا المنشار الكهربائي طبعا ونقطة أخرى مهمة أيضا من الاستنتاجات أنه وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني استراد منشير الكهربائية هاي ازداد في ثلاث سنوات الأخيرة يبقى بنحكي عن ازدياد مدافع حطاب ازدياد منشير كهربائية واستهلاء أو استراد حطاب من برة كثير محدود يبقى فيه ظاهرة متزيدة هذه الظاهرة إلى جانب يعني الخسارة اللي نخسرها في الأشجار المعمرة ربا اللي هي يعني كنز في هذا الوطن وأشجار الزيتون اللي إلها مئات السنة موجودة في فلسطين اختفاء الغطاء الأخضر أيضا كيف ممكن يؤثر على البيئة الفلسطوية؟ أكيد يعني يعني الشجر مهم جدا للبيئة للتربة للمناخ وبعدا هو جزء من موروثنا يعني شجرة الزيتون المعمرة وعفكرة الاعتداءات أيضا تشمل شجر الزيتون الروم المعمرة ولو أنه يعني منتج ويطلع زيت وزيتون ولكن الحطاب في لحظة طمع ممكن يعتدي على شجر غيره لأنه بده يكسب يعني فنحكي عن شجر زيتون معمر له قيمة كبيرة شجر خروب محمي أصلي شجر بلوت وهم المصنفين في وزاعة الزراع أنهم محميين وصروص نوبر طبعا صروص نوبر مش من الشجر الأصلي ولكنه مهم جدا للطبيعة والبيئة وهو من الشجر للأسف إذا قطع صروص نوبر لا يطلع بدل الشجرة يعني بينما شجر الخروب ممكن أو البلوت ممكن أنه إذا قصت ممكن تطلع شروش تطلع شجرة جديدة فهناك مخاطر كبيرة ونحن نحكي عن غطاء محدود يجب تكثيف الحلول تكثيف التشجير بشكل كبير يجب فرض الرقابة كبيرة والطوافين زيادة عدد الطوافين نحن عندنا عدد محدود 45 طوافين يجب زيادتهم وفق المعايير العالمية يجب توفير المستلزمات لهم يجب أن يكون القانون رادع على القانون موجود في قانون نوعا ما رادع عام 2005 ولكنه غير مطبق للأسف يعني هذه واحدة من الإشكالية دائما نواجهها مسألة القوانين ومسألة كيف نضبط هذه الضوار لأنه كمان ما فيه أشياء رادعة توقف هؤلاء اللي هم بتحركوا نتيجة المال وبيستهتروا فيما يتعلق الموضوع البيئة روبا يعني في التحقيق إحنا شوفنا كثير يعني كما ذكرت هو مدعم بالصور بالفيديوهات بالوثائق ما هي الجهات التي تواصلت معها هناك عدة جهات أيضا سواء بيئية رسمية إلى جانب طبعا اللي هم كمان نشطاء من البيئة نعم طبعا كنت أنا مثلا لا أعتمد طبعا على الكلام المسؤولين تعرفي للأسف كلام المسؤولين دائما هناك تجميل يعني تجميل للواقع إن كل شيء تمامهم مسيطيرين وكذا لا لازم الواحد ينزل على الميدان ويشوف في عينه ذهبت أول خطوة روحت على المحاطب أتأكد هل هو تقليم زي ما بقولوا كل شيء تمام ولا هناك عدم للشجر بعدين قصة الحطابين هاي ما فيش عندهم مشكلة عمنا توصيق سمعي وبصري للموضوع بعدين طباصلت مع مقابلات مع خبراء زي الخبير محمد سليم الشتية طبعا عالم نبات معروف والخبير جورج كرزوم لأهمية الشجر وأهمية الشجر المحمة الأصلة الموجود في فلسطين ومخاطر اجتساثه أو إعدامه مقابلات مع مسؤولين مقابلات مع سواء في وزارة الزراعة سلطة جهودة البيئة الضابطة الجمركية جمعت معلومات قدر المستطاع بالإضافة إلى العمل الميداني والتوصيق ودراسة الاستمرارية في عملية القطاع والجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني كان مصدر مهم طبعا وعشان هيك يمكن أخذ منك فترة طويلة ست أشهر فيما تعلق بنزول إلى الميدان وأيضا جمع المعلومات من الجهات المختلفة ربا كيف كانت ردود الفعل لما نشوف تحقيق مبني على أساس صحفي استقصائي ومدعم بكل الوثائق وهذا اللي نحن بحاجة له دائما لما نحكي العمل الصحفي بدون معلومة مثبتة بدون عمل بحثي على الميدان لا قيمة له كيف كانت ردود الفعل على هذا التحقيق الاستقصائي خاصة أنه كمان هو كان بإشراف من شبكة أريج لإعلاميين استقصائيين نعم طبعا الشكر موصول لشبكة أريج لأنه هي الأشرفات وهي أنا كصحفية اللي بشتغل ما يزيدها على 12 سنة ولكن التحقيق بهذا الشكل المنهجي هو جديد علينا إحنا كفلسطينية يعني هو مش كتير منتشر في صحافتنا ردود الأفعال في الوسائل التواصل الاجتماعي كانت كبيرة الحمد لله في ناس كتير يهتموا في ناس وبعطولي كتير شكر قالوا لي من زمان إحنا ملاحظين هذه الظاهرة وبدنا ينحك فيها ولا يحكى فيها وكثير أسازة إعلام كمان وجهوا لي شكر سمعت الجهات الرسمية زي سلطة جودة البيئة رح يكون فيه متابع وزوط الزراعة ووصلها الموضوع رح تشدد الرقاء يعني سمعت أنه رح يكون هناك فيه إجراءات ولكن أتمنى أنه يكون فعلا في التحرك نعم وهذا كمان دور ولكن لا أضمن يعني هذه دعوة دائما لما نقول أنه مهم جدا أن نسلط الضوء على هذا الشي يعني كان عندك هذه المبادرة يعني شفتي هذه الملاحظات وكان عندك مبادرة بإنتاج أو عمل هذا التحقيق وإحنا كمان نسلط الضوء عليها عشان بنهاية ما ينعمل تحقيقات فقط وتوضع في المجلات بدون نتائر بالضبط يعني إحنا بدنا كمان يكون في تجاوب نعم يعتبروها وثيقة يعتبروها وذات الزراع وثيقة ويبنو عليها على أساس تغيير القوانين أو تجديد الرقابة صحيح ربا أنت كمان إلى جانب كل سواء أراء الخبراء والمختصين والجهات الرسمية وتدعيم كل ما قلتيه بالوثائق والإثباتات شو لي خلاكي كمان أنك تعملي فكرة الكاميرا الخفية أو المكالمات هذه يعني وتحطيها في التحقيق نعم لأنه إحنا في زمن الإعلام المرئي الإعلام والوسائل البصري هاي كثير تجزب القراء صحيح ويجب يعني إحنا نحكي عن شجر وإشي حيوي وجميل فيجب إنه نحسس وعفكرة في فيديو كمان لقص شجرة تم ناشط البيئي راح رصد حطاب قص الشجرة هيك بحرش فلسطيني كمان يعني شوف عين عينك كمان الإشي فالتوصيق البصري مهم الإعلام المرئي كثير مهم وهاي من منهجية التحقيق اللي أشرفت عليها أريش يعني كانت من توجيهها صحيح ربا يعني إلى أي مدى من المهم أن يكون في عنا مسؤولية فردية قديش مهم أنه الفرد يكون عنده حرص وغيرة على هذه البيئة كمان بأنه هو لما يلاحظ مثل هذه الممارسات يبلغ عنها يتوجه لجهات مسؤولة في ناس كتير للأسف يكون قدام هذا الشيء بس زي ما قلت قلت وعي استهتار عدم إدراك قديش أهمية هذا الموضوع فإنه شو يعني إذا شجرة معمرة وشو يعني إذا أطعنا كل شجر المحمية الطبيعية قديش كان يعني لمست هذا الموضوع من خلال تعاملك مع نشاطاء هو أهم إشي أنه الناس تبلغ لأنه التفتيش الرقابي وليس لدينا طواقم كبيرة ولا سيارات فتحتمد كثير وزارة الزراعة والمدريات الزراعة المختلفة على شكاوى المواطنين وكثير في مواطنين عندهم وعي يعني ضحكوا وفي مواطنين ممكن عندهم خوف أنهم يبلغوا عن حطاب لأنه بيكون من القرية أو المنطقة هما فيها فالمبادرة الفردية كثير مهمة والوعي الفرد كثير مهم أتمنى من المواطنين عن جد يعتبروا هاي الشجرة شيء مهم وعزيز عليهم وبعرف أن حياتنا كثير فيها مشاكل سياسية وقضايا ممكن أن نظروا لها أنه أهم من البيئة ولكن البيئة يجب أن تكون أولوية لأننا نتنفس من هذا الهواء ونعيش على هذه التربة والأرض ونشرب من هذه المياه صحيح يجب أن تكون نظيفة ما بتنفصل الأمور يعني لما نحكي في نضال وفي مقاومة لكن أيضا في حفاظ على هاي البيئة يعني هي أصل الصراع مع الاحتلال هو هاي الأرض كان سؤالي فيما تعلق حتى كمان في المسؤولية الفردية بأنه إذا في ناس مثلا شافوا حطابين عم بيقتطعوا أجهال كمان المحاطب وهل إحنا مقبلين على موسم الشتاء ورح نشوف محاطب يمكن زيادة أو غير عن كما ذكرتي غير مرخصة مهم جدا كمان الناس اللي بتجيب هذا الحطاب تسأل هل هذا المكان مرخص ويمكن الناس باستغرب إنه ليش تسألك السؤال أو مين يجل الحطب يعني هذه يمكن كمان واحدة من الإجراءات اللي ممكن الناس تقوم فيها يعني يريد أتمنى ولكن الناس يعني حكم الأصدقاء والمعارف أنا تبصلت هنا هم بيتبصلوا مع الحطاب وأي حطاب يعطيهم سعر أقل فبالنسبة لهم مكسب للأسف الناس مش كتير تتبع هذه الأمور للأسف يجب أن يكون عند كل إنسان عنصر هذا الرقابة والوع البيئي إنه يسأل نفسه وما يساهم إنه ياخد الحطب الأشجار المعدمة يعني من جذورها لا التقليم يعتمد على التقليم ويحاول يستخدم فيه أشياء مساعدة زي الجفت أو يلاقي حلول أخرى صديقة للبيئة وفيه من الحلول بس بدي أختم ألا إنه تخفيض سعر الاستيراد من الخارج للحطاب يشجع الحطابين إنه ما يقصوش الشجر إذا خفضنا غزاة الزراع وهي تعمل على هذا الموضوع إنه تخفض سعر الاستيراد للطن وبالإضافة إنه التجيير بفلسطين كتير مهم زيادة عدد الأشجار وفرض الرقابة وتجديد القوانين نعم ربا بتصور يعني على الجانب الآخر في الاحتلال يعني القوانين الإسرائيلية يمكن أكثر صرامة فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني فمحزن جدا إنه هم عم بيحافظوا وهم عم بيسرقوا هذه الأرض وعم بيحافظوا عليها وإحنا يعني عم ندمرها وهذا مهم جدا كما ذكرت يعني هذه الشجرة هي تراثنا ويعني طلعت وكبرت بسنوات بمئات السنين أحيانا الشجرة مش بسهولة بتطلع فكرة بس بالنسبة للفلسطيني الثمانية وأربعين بتروحي على طبعا أنا لأنه من سكان القدس تلاقي كل التلال مكسوة بالشجر أتمنى أن أرى هذا في أراضينا مظبوط في شجر زتون ولكن هناك في تلال جرداء لماذا لا نراها مكسوة بالشجر ربا في الختابة إذا تحب تضيف أي شيء فيما تعلق بالحلول والاستنتاجات يعني ذكرتي مجموعة من الاستنتاجات والحلول كمان وكيف ممكن يكون في زيادة في الرقابة وقوانين صارمة لكن إذا تحب تضيف أي شيء عليهم كاستنتاج من التحقيق وأيضا حلول يعني من أجل وقف هذه الظاهرة هو أنا ذكرتها من قبل ولكن هناك ظاهرة متزايدة هناك خطر يهدد الغطاء الأخضر للفلسطيني على الجهات الرسمية المسؤولة أن تتصرف وإلا لن يبقى في فلسطين ولا الشجرة نعم هذا مؤسف طبعا وإحنا كمان دورنا كما ذكرت في اللقاء أنه نسلط نضوع على هذه القضايا وإحنا نشكرك بالفعل يعني كمهتمين بالبيئة أو كمواطنين ننتمي لهذه الأرض على هذا المجهود وهو بالفعل مجهود يعني تشكرين عليه وبشكرك أنك إجيتي عنها يعني ربا بدي أحكي للمشاهدين هي زميلتنا في الصحافة عم نشوف هذا بس في العالم افتراضي يعني للأسف نتواصل هذه أول مرة تكون موجودة عنا في برنامج الصباحي وأكيد مش آخر مرة أشكرك على هذا دليل اهتمامك أنا بعرف أنك مهتمة في البيئة من زمان نعم الحقيقة وأشكر الفلسطينية على صدافتي برضو الفلسطينية عندها برضو اهتمام في البيئة وأنتي شخصياتنا بعرف قديش مهتمة واتصالك في مبارح دليل اهتمامك أشكركم عن جد إحنا من خلالكم منبر بنحاول نوصل رسالتنا وإن شاء الله يتم اتخاذ إجراءات أتأمل نعم أكيد هذا هذا أملنا وهذا الأشي اللي إحنا بالفعل لازم نتابعه كمان وهذا واجبنا كمان أنه سواء نهتم في هذا الموضوع ونسلط الضوء عليه ونتابعه وأكيد نتوقع نشوف منك كل إنجاز ناجح في المستقبل ومتمنى لك كل التوفيق ربا شرفتنا شكرا شكرا أهلا أهلا وسهلا في كيساة صباحك صباحك مشاهدينا بهاكم نصلنا على ختام هذه الفقرة خلينا ننتقل إلى فاصل قصير وأكيد نكمل معكم موسيقى موسيقى